اشتركوا في القناة او اطالة امده او التسبب باحداث تجعل التوصل الى حل للنزاع امرا بالغ صعوبة كما طالبت المحكمة اذربيجانا بحماية الاسر الارمينيين المحتجزين لديها بعد الحرب في اقليم ارتساخ من العنف والاذى الجسدي والنفسي والكفة عن انتهاك الارث الثقافي الارميني في الاقليم وعدم نهبه او تدنيسه لا سيما الكناز هذا وردت المحكمة التماسا قدمته اذربيجانا لمنع ارمينيا من زرع الالغام الارضية ولاجبارها على تسليم خارطة المناطق الملغمة مشيرة الى ان ذلك غير منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وتعتبر قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها لا تمتلك الوسائل لانفاذها لذا ستبقى قراراتها معلقة بانتظار استكمال التحقيقات في ملف النزاع بين ارمينيا واذربيجان الذي قد يستغرق حله سنوات عديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر